ايه يا طلاب السادس لعدادي well hello there يا بش حياهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونون بكل الخير والعافية وياكم استاذ السامة محمد التميمي ويشهد الله مشتاقلكم كل شهواية ان شاء الله راح نبدأ اليوم باليونة الخامس الحلقة الاولى الدرس الاول والثاني لذلك نبدأ على بركة الله وبالصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمك كتاب الطالب كتاب النشاط والاهم من هذا تكون الملزمة يمك ضروري جدا الملزمة تكون حاليا بيدك زين الدرس الاول اللي هو حاليا ما مكتوب على الصبورة ليش ما مكتوب لان هذا عبارة عن توصيلات اسقاطات املاء لذلك راح اجيى شرحة الملزمة هم نوفر وقت وهمنا شفون الملزمة قدامكم وتتبعون ويايا يلا طلابي شطورين بالدرس الاول عندنا هذا التمرين من كتاب الطالب صفحة 44 التمرين هذا مهم جدا لان هالكلمات تجيك يا اما توصيلات يا اما املاء يا اما ايضا بالاسقاطات الكلمات هي اولا بوردينج كارد طبعا هذا ما محلول وهذا المحلول الازرق بوردينج كارد بطاقة سعود الطائرة ترافل ايجنسي شركة مع السفر وسياحة او وكالة السفر فايد ستار هوتل فندق خمس نجوم باكيج ديل باكيج ديل باكت لانج غداء مرزوم يعني وجبة مع الاكل جاهزة محضرها اليك الفندق من انت تطلع مثلا خلي نقول سفر الظهور او العصر سكي ريزورت منتجة للتزلج كار هاير تأجير السيارات سيلف كييترينج أبارتمنت او سيلف كييترينج أبارتمنت شقة ذاتية الخدمة سايت سينج زيارة او مشاهدة المعالم السياحية سيفرانت شاطئ البحر او مقدمة شاطئ البحر اما التمرين اي من كتاب النشاط فهذا التمرين عبارة عن اسقاطات بنفس الكلمات اللي احنا اخذناها قبل شوية النقطة الاولى هنا من تلقى دلالات او بيك تحدد فقط كلمة اون بهاد الحالة راح تجيب ثنين هنا من تلقى عندك بهاد الحالة راح اجيب ترافل ايجنسي بيه اطلق دلالة اخرى اللي هي تشوز او اون هوتيلز انه احنا اللي نختار الفنادق اللي نريدها يعني بهذا الحالة راح اجيب آني كلمة ترافل ايجنسي لان انا عندي من ناية نات جو احنا ما راح نروح بشركة سفر و سياحة لذلك نختار الفندق اللي يعجبناه ثلاثة من تلقى عندك كلمة راح اجيب أربعة من تلقى عندك يعني انت راح تتمشى يم الشاطئ او على مقدمة الشاطئ خمسة I don't like booking flights online let's go and buy our tickets at the farag in al-saad street هنا من تلقى عندك buy our tickets راح اجيب package deal الحجز الشامل ستة if you order it now the hotel kitchen will make a farag for anyone who is going on the tour tomorrow من تلقى عندك هنا hotel kitchen اش راح اجيب حتجيب packed lunch غدا مرزوم سبعة I spent the morning at the beach and in the afternoon we did some farag I took lots of photos of the roman temples دلالتي هنا lots of photos الكثير من الصور فراح اجيب بالsight seeing لان هي مرتبطة ويالتقاط الصور تمانية والاخيرة you can't rely on public transport on that island you should find out about farag so you can travel more independently هنا بكل بساطة ما اطول عندك كلمة public transport بالتحديد كلمة transport يعني وسائل النقل اذا راح اجيب car hire تأجير السيارات وهس يا طلاب الاوفية نرجع للصبورة هسه راح نجي على الدرس الثاني الدرس الثاني ادنى موضوع اساسي ومهم جدا بليونت الخامس اللي هو present simple المضارع التام البسيط قبل ما نجي على التفاصيل والادوات والقاعدة هو شنو اصلا المضارع التام انتو يابل ما اخديه الحلو بالموضوع انه هو مو جديد عليكم المضارع التام البسيط هو عبارة عن حدث بدأ بالماضي لكنه ولم ينتهي بعد او لا يزال موجود الى الوقت الحاضر او هستوى خلص لكن التأثير مالته لا يزال موجود هتقول لستاذ يعني اشتون تأثيرها موجود خوص سؤال مثلا انت هستوى كمخلص عشا بعدك شبعان لربما هتقوم تغسل فانت ما طول هستوى مخلص والتأثير مال عشا لا يزال موجود عليك فبهذا الحالة انت تقدر تستخدم المضارع التام البسيط بس وراء ساعة ساعتين لا العشي صار من الماضي لذلك لازم نستخدم الزمن الماضي زين اهم فقرة قبل كل شي تخليها ببالك بعد ما فهمنا شن المقصود بالمضارع التام لازم تعرف شن الأفعال المساعدة مالته الهاف ويا من الهاف ويا الاي واليو والوي والذي او اسم جمع يا اما اسم بي اس يا اما فواء الاثنين فما فوق اما الهاز هاي ويا من هاي ويا المفرد ويا الهي ويا الشي ويا الات او اسم مفرد زين هذا الموضوع حاليا شلون ممكن يجيك انت كطالب سالس بالوزارة يجيك يا اما اختيارات او يا اما تعيد كتابة الجملة من جديد او ممكن ايضا ويا التوصيلات التوصيلات فيما يخص هذا الموضوع تحتاج انت تعرف الدلائل اللي عندك وتحتاج ايضا تعتمد على المعنى وهنا ادنة نمرين محلول موجود تقدر تحفظه اذا انت بالمعاني مو كلش بس انا انصح انه تحفظ معاني على متى استوعب زين فاعل سابجكت زائد الهاف او الهاز زائد تصريف ثالث للفعل لان هذين الثنين ضروري جدا يكون دائما بعدهم تصريف ثالث للفعل طبعا هذي يتمثلك قاعدة المثبت انا اذا اجيلي نفي بكل بساطة هذا الهاف بالنفي ستصير هذنت اما الهاز اما الهاز تصير هازنت واذا انا اني جملة استفهامية انا متفقين على شغلة من زمان انه اي جملة استفهامية باللغة الانجليزية لازم تبدي بالفعل المساعد يعني اه انا خلي نقول عندي جملة استفهامية بهذه الحالة حصير القاعدة كالآتي الهاز كابتل او الهاز زائد فاعل زائد تصريف ثالث تكملة وعلامة الاستفهام هاي تمثلك القاعدة ماليش مال جملة الاستفهامية فانت دني اساسية تعرفهم تعرف المثبت تعرف المنفي تعرف السؤال هذني اللي هنا مهمات جدا هذني لازم ينحفظا حفظ 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 هذني دلائل تذكرون من اخذنا بليونت الاول الماضي قلنا الماضي من دلائلة مثلا yesterday ago last هذني هنا دلائل مع المضارع التام البسيط لذلك هذني ضروري جدا ينحفظا وبالاخص هذني الثنين ليش استاذ لانباوة هذه الأفر هي دلالة معناها سبق أن تستخدم ويا السؤال أعيد من جديد هذه الأفر حصرا من أنت تتكون سؤال بالمضارع التام البسيط مثلا أقول لك أنت قبل هم رايح للسينما فبهذه الحالة هقول هاو هم يو أفر أندي قو يذهب شصير غان أو البي بن هاو يو أفر بن تو تتكون سينما همنا ما أكل مثلا سمج السوشي هاقول لك هاو يو أفر تمام ايتن سوشي إذن هذه الأفر مهمة جدا ويا السؤال نخلي الناس تفهم حتى تبقى بالك الثانية ليش مهمة أستاذ لأن الثانية تستخدم ويا النفي يعني أقول مثلا أنا أبدا ممسافر أو هو أبدا ممسافر راح أقول هو أبدا ممسافر إذن أنا بدل ما أقول he has not أو he hasn't traveled بيك تستخدم هاي واستاذ لحظة إذا آني هادي ويا النفي لا أذليش أصلا دعجيب منا الهزنت لأن انت هادي ما راح تغنيك عن الهزنت آدي بيها آني أنفي جملة بشكل طبيعي أو بيها أنفيها نفي قاطع إطلاقا أبدا باستخدام النفر لذلك هذن الثنيا كلش مهمات الـ ويا السؤال والنفر ويا الجملة المنفية نفي مطلق شيء أنت طول حياتك ما مسوي بالمناسبة بمعنى هو آني لأبتي الفهم وأحب الفهم أرد أفهمكم شغلة لأن الفهم جدا مهم إذا أرد أقول هو أبدا ما مسافر ليش راح أقول he has never traveled بدلا من he didn't travel ليش برأيكم يلا ليش برأيكم فكروا بيها ليش من آني يعني إذا أنفي شيء أبدا مصاير باستخدام never لش ما أجيب الدد يعني كdidn't بالماضي لأن بكل بساطة المضارع التام أنت من شيء ما نسوي لكن أكو احتمالية يصير لكن من نستخدم الددنت من نقول مثلا هو أبدا ما مسافر باستخدام الددنت معنى لا سامح الله الشخص اللي دحج عنه مات لأن بعد ما كو أي فرصة بالحياة إنه يسافر لذلك هذا المضارع التام أكفت فرصة إذا أنا ما مسويها حسويها كمل lately مؤخرا yet لحد الآن recently أيضا مؤخرا so far أيضا لحد الآن just للتو بالعراقي هستو هستو وني خلصت عشا I have just finished dinner تمام زيان أستاذ لعد هذن شنو اللي هنا بار هذن اللي هنا يستخدم منوية المضارع التام المستمر أستاذ لحظة لتدوخني خليني بس بالمضارع التام بدو أروح لك بار آه أنا هذن اللي هنا بار ركز زيان هذن ويا المضارع التام المستمر لكن بار ركز على لكن لكن هذن بي استخدمه نوية المضارع التام البسيط ويا خمسة أفعال فقط يعني أكو جمل بيها اللي جيت بيها واحد من هذن الأفعال التجوه هذن هيصير دلائل للمضارع التام البسيط أول وحدة كم المدة ثانيا ثالثة الفور الأفعال هي يعمل بي بمعناه يذهب يعني يقول أنا مرايح للشمال مثلا أنا مرايح للشمال رح أقول كم مثال have بمعنى يملك أو يتناول no يعلم و live يعيش أو يسكن إذن هذن يا طلاب العزاء هذن تخلوه نبالكم هذن للأفعال هذن لازم تعرفون وتحفظوهم إنه الwork be have no live ولو أنا كترتيب بالملزمة مرتبها أحلى وهو be have no live work be have no live work بس الwork ما كفت هنا فخليت بجملة وبها high كدلالة الحامرة how long أو since أو four معنى بهذا الحالة الجملة ستكون بالمضارع التام البسيط أي فعل آخر أي فعل حركي ويا هذن هيكون ويا المضارع التام المستمر وإن شاء الله نجي على الدرس القادم حاليا ما أريد دوخكم به زين خلي هسن نجاء الأمثلة هذن كلهم وزاريات وحاولت أختار يعني من كل نموذج نوع تمام مثلا أول وحدة you book a hotel yet هتجيك الجملة هيقول correct صحح لي فقط ما نطاك أي دلالة ما قل لك كل شي بالجملة بس صحح لي وإنت عندك ثمان يونيتات هتباوع ش صحح لذلك قلنا احنا قلنا هذن الدلائل مهمات جدا لأن هذن هنا مقياسك مقياسك تعرف الجملة يا زمن باوع تجعل الجملة هي تشي لقيت عندك اليت هلا هلا اليت يعني شنو يعني المبارع التام البسيط زين منا عندي عن you و book وكاتب لي correct يعني دأ اسأل ش دأ سوي دأ اسأل طبع لازم استفهم تمام فش راح أقول عندي الفاعل you أجيب هازلو الhave راح أجيب الhave very good فحقول have you booked وكمل الجملة يعني أنت حجزت فندق لبعت لحد الآن تمام have you booked البك معناها يحجز البك كاسم كتاب بس كفعل معناها يحجز جملة الثانية أسكوربيون أقرب hold يمسك write a true sentence أكتب جملة حقيقية with never باستخدام never about yourself عن نفسك هذه الجملة من التمرين ووزاري فش راح أقول آني أبدا مماسك أقرب فقط فراح أقول I وأجيب الفعل المساعد have ومن ثم أجيب never بالمناسبة هذه never ستكون موقعها بعد الفعل المساعد فراح أقول I have never will hold يصير عندي held تصريف ثالث وأجيب escorpion يعني الترتيب صار عندي كالآتي فاعل فعل المساعد أجيب never بالمناسبة هذا أنا بملزمتي أمقسم الكياه نقايل لك كل وحدة وين تجيك أكل بعض مثليات ممكن تجيك في ناحية الجملة البعض تجيك في وسط الجملة أنا مقسمهم يعني بالحرف الواحد بس أنت يعني ما تحتاج هذا الشي هل قد بس أنا من باب أنه يعني تكون ملزمتي متكامل والكمال لله خليت هالتفاصيل بيهن فقط حتى أكون على بيّن زيان أستاذ لا عدش ما تشرح إنه هالتفاصيل لأن ما يحتاج أنا طلابي حتى بالصف قلت لهم أنا ضايفها من باب الفائدة لكم لكن مو ضروريات لأن أنت هذني بالامتحان دلالتك تلقي الجملة وتميزها إذا عندك الجملة مضارعة بسيط أو أي زمن آخر لكن ويا النفر أحفظها النفر لازم تجيك بعد الفعل المساعد I have never held ومن ثم يجيب العقرب وهس كملة هذه الجملة الثالثة you ever ride يعني سبق لك يركب an elephant correct the verb صحح لي الفعل حجمنا راح أقول بالمناسبة ما أطول عندي هذا ال ever هذا ماليش نفي له سؤال سؤال very good يعني لازم أجيب استفهام صح؟ فمن راح أسوي الجملة راح أقول have you ever ومن ثم يجيب ride يركب الصير ridden أنت قبل حميم مصاعد فيل أسأل شخص أنا من دا أسألة باستخدام المضارع التام ما أدري هو راكب لولا إن هو راكب سيجاوبني إن ما راكب فراح يجي لربما في يوم ما يركب الفيل لذلك من تسأل شخص على معلومة ما تدري هو سواها لولا أسألها بالمضارع التام لأن هو الصح طبعا هذه المعلومة للي يحبون يعني يتحدثون اللغة الإنجليزية وللي هم شغف باللغة مثلة يعني زين have you ever ridden an elephant وخلي علامة الاستفهم خمسة I never tried Chinese food أنا أبدا ما أمجرب الطعام الصيني قبل ما نجي نقرأ شن المطلوب من عندي برأيكم هذي الجملة صح له وغلط صح له وغلط يلا فكروا بيها شي يقول لي هنا state if the sentence is right or wrong and correct if wrong يقول لي بيين لي إذا الجملة صح له وغلط وصححها إذا غلط طبعا كيف غلط ما يجيب لي صحيحة يعني شوان يصير زين ضاع على الجملة آني عندي الآي عندي never اللي هي دلالة المضارع التام بس ما عندي فعل مساعد هاي شنو هاي الجملة حاليها بالماضي ما يصير هذه never هي دلالة المضارع التام إذن النقص اللي عندي هو الhave بس آني يعني كحل الجملة أفضل تكتبوها كاملة على مدى ابو الوزاري يعرف أنه أنتو تعرفون الترتيب ما الفعل المساعد وين خليتوه يعني مو تقول بس الhave لا اكتبت جملة كاملة I have ومن ثم أكمل باقي الجملة وهس كملت عندي الأمثلة الوزارية طبعا هناك بعض أمثلة خير من الله وزاريات اختيارات يعني أسهل من ذني بخواية لذلك أنا حاولت أنتقي وأختار الصعبات فهتمثلك الصعبات وتخيلوا أنتو الأسهل منها فقط اختيارات لا أكثر ولا أقل هس رح ننتقل إلى الملزمة فلازم الملزمة تكون بإيدك على مود نحل التمارين سواء طلابي هذا التمرين تمرين مهم جدا لأن التكملة لازم شبه تحفظوها لأنها تكون من يمكم هنه رح نلتزم بالحل النموذجي التمرين الآتي من كتاب النشاط صفحة تاته وتسعين يقول لي أكمل الإجابات باستخدام يعني الجست أو الالري أو اليت وفعل مناسب من يمك طبعا أنت تقدر تجاوب من يمك لكن أنا أنصحك تلتزم بالإجابة النموذجية من باب أنه تسهل على نفتك الموضوع أول واحدة مثلا يقول Would you like a cup of coffee أترغب بكوب من القهوة حيقول لها شكرا I have أو I've just had one يعني آني هستوني شربت واحد هذا الهاد هو التصريف الثالث ما لمن ما للهاف لأن ما طول آني أندي هذا الهاف هنا فهذا الهاف الثاني اللي يتناول صار تصريف الثالث لهو الهاد النقطة الأولى Does Samira know about the meeting حتقول لها I'm sorry آني بعدني ما قلت لها I haven't told her yet ثنيا the new film with us حيقول لها thanks for asking شكرا على سؤالك بس آني شفت مسبقا but I have already seen it ثلاث can I borrow that book after you حيقول here you are تفضل آني هستو خلصت I have just finished it هستوني أنهيت أربع look at that notice board there is an advert for English course حيقول لها اي ادري آني هستوني مقدم عليه I know I have just applied to it خمسة if you see خالد can you ask him about tonight حيقول له وي قدر يجي آني سبق وانطلبت من عنده أو قتلى يعني he can come I have already asked him هاي فيما يخص هذا الموضوع تذكرون هاد الجملة منها جايبيهن من هذا التمرين من نباوة عندك مثلا animals حيوانات قل لك ride يركب أو hold جايبلها وياها العقرب وكوزارية وياها الحية كلهن منا هدتلاحظ هدني عبارة عن تمارين راح تمارسوهن ان شاء الله بالمدرسة لأن انت تقدر تبدع وتجيب يعني اللي يعجبك منا لكن احنا ما رح حلقان لنحلين شيء مسابه إلا على الصبورة خلي نشوف شنو قدنا بعد من شغلات مهمة أوكي تمام 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 أوكي بعد ما عدنا شيء هنا إذن نرجع على خاتمة الفيديو ولدي بناتي هس ان شاء الله وصلنا لنهاية الدرس اليوم يا ربي كان درس خفيف ولطيف عليكم إذا الفيديو عجبك ما أوصيكم تشاركون هذا الفيديو ويا كل جماعتكم أنت يا ولد يا صاحبي شاركوا يا صدقائك وانت يا بنتي شاركوا ويا صديقاتك إذا حتقول لي ما عندي تطبيقات وكذا خلاص قلو لهم يعني حتوا ياهم أكو أستاذ على اليوتيوب اسمي وسامة محمد التميمي لأن أنا دع حاول أبدل كل جهدي طبعا مجغول كلش لكن شفت تعليقاتكم على عين وعلى رأسي فلذلك قررت أكمل لكم النصف الثاني من الكتاب فيعني كمن باب التقدير أشارك هذا الفيديو حتى هم تنفعون القناة معالتي This is it I remember study hard and I wish you all the best peace out مع السلامة